أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرَضِ زِينَةً لَهَا لِنَبَلُوَهُمْ لِنَبَلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِنُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا قَدْ رَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ فِي الْتَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آزَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا نحن نكس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه من دونه إلى زل قد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو مهتد ومن يطلل فلن تجد له فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتمازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثة مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا والعشين يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر إنا أعبدنا للظالمين نارا أحاط بهم صرادقها وإن يستغيثوا يغاتوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفطا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات إنا لا نذيع عجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خطرا من سندس وإستبرق وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسن اسم ارتفقا واضرب لهم مسل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أدن أن تبيد هذه أبدا وما أدن الساعة طائمة ولإرادت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها موقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرت بالذين خلقك من قراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها ظورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرب فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا معلج هذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن عمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المدرين عددا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أتنه أن يفكهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نصيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقها حتى إذا لقيا هلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أكل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طليانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان له لا مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب أن تعذب وإما أن تتخذ فيه الحسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنكون له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يتادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بكوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنتان كانت لهم جنت فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنصد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من أعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نكس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه من دونه إلى زل قد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأرو إلى الكهف ينشر لكم ربكم لرحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو مهتد ومن يطلل فلن تجد له فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاذا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم به قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرى أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا والعشين يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر إِنَّا أَعْفَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُ لِيَشْمِ الْمُدُوهُ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا بُذِيعُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَةْ ثَوَابٍ وَحَسُنَ اسْمُ ارْتَفَقًا وَادْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَصْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أدن أن تبيد هذه أبدا وما أدن الساعة طائمة ولئرادت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها موقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرت بالذين خلقك من قراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبا من من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن عمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم أدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المبنين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما مر عن الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنا أن يفكهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذاً أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نصيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقها حتى إذا لقياه لا من فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طليانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب الرحمن وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنكون له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يتادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفي قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا قالوا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قالوا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنتان كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنصد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثير فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نكس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناه الهدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه من دونه إلى زل قد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم نتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأروا إلى الكهف ينشر لكم ربكم لرحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو مهتد ومن يطلل فلن تجد له فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاذا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا والعشين يريدون وجهه ولا تعب عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّ أَعْفَدَنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيْثُوا يَغَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُ لِيَشْمِ الْعُدُوهِ بِئْسَ الشَّرَابِ وساءت مرتفقا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُذِيعُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارِ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَة ثَوَابًا وَحَسُنَ اسْمُرْتَفَقًا وَادْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أذن أن تبيد هذه أبدا وما أذن الساعة طائمة ولئرادت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها مقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرت بالذين خلقك من قراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك لربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه رياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لجهذا الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن عمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المبنين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما مر عن ناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أتنه أن يفكهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرا حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نصيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقها حتى إذا لقياه لا من فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قليانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لهلا مين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من دلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنكون له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يتادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بكوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وعرضنا جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا وعرضنا جمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنتان كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنصد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما لينذر بأسا شديدا لينذر بأسا شديدا من لدن هو يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آياتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم من علم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نكس عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه من دونه إلى زل قد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله إلا الله فأروا إلى الكهن ينشر لكم ربكم برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو مهتد ومن يطلل فلن تجد له فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبستم قالوا لبسنا يوما أو بعد يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى المدينة فلينذر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتمازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه يولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدا والعشين يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تتع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع ذواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكبر إِنَّا أَعْفَدَنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغْيْثُونِ يُغَاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهُ لِيَشْمِ الْرُدُوهُ بِئْسَ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُذِيعُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْحَارُ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبَ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُطْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَة ثَوَابًا وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَادْرِبْ لَهُمْ مَسَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أذن أن تبيد هذه أبدا وما أذن الساعة قائمة ولئرادت إلى ربي إلى ربي لأجدن خيرا منها موقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وهو يحاوره أكفرك بالذين خلقك من قراب ثم من مطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لخيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماء ذا غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خامية على عرشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولارية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرب فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لغاد الكتاب لا يغادر صغيرا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ كنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن عمر ربه أفتتخذونه وزريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المبنين عددا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمكم فادعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مغبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أتنه أن يفكهوا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغوا مجمع بينهما نسيا حوتهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نصيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آتارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لم تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتورق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقها حتى إذا لقيا هلاما فقتله قال أقتلت نفسا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما قليانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمره ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتنو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنكون له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلؤ على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما وجد من دونهما قوما لا يتادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض مفسدون في الأرض فذل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة فأعينوني بكوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قال انفخوه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا هو ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعدهم يومئذ يمود في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعربنا جهنم يومئذ للكافرين أرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائهم فحبتت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنتان كانت لهم جنت فردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنصد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَهُ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةُ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ وَغُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةُ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيهُ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَعْفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وتذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوه يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاذِرَةِ وَوْجُوه يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيهِ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَقُنُ طَعْفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى لَا أَيْحْيَ الْمَوْتَى أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَنُّ سَوِّيَ بَنَانَةِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيهُ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّهُ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَعْفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَحْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ وَوْجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَخِيلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَعْفَةً مِنْ مَنِيُنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْثَا أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيْ يُحْيَ الْمَوْتَةِ أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَةِ بَلَ قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَأْفَةً مِنْ مَنِيُّنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعْلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَى الْمَوْطَى أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَةِ بَلَ قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَامَ عَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاذِرَةِ وَوْجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّةِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَعْفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيْ يُحْيَ الْمَوْتَى أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَنُّ سَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناذرة ووجوه يومئذ باسرة تَذُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيهُ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إلى ربك يومئذ المساقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّهُ وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّهُ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَأْفَةً مِنْ مَنِيٌّ ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَةِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَةِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وتذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوه يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاذِرَةِ وَوْجُوه يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَزُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَعْفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَيْ يُحْيَ الْمَوْتَى أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَةِ بَلَ قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَةِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَةِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخُسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَامَ عَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةِ وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ قَأْفَةً مِّنْ مَنِيُّنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيَ الْمَوْتَى أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٍ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٍ وَوْجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٍ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٍ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيهُ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَا كِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى أَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ عِذَامَهِ بَلَ قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَخْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخُسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ وُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةِ إِلَى رَبِّهَا نَاذِرَةِ وَوْجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةِ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَا ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَا أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَأْفَةً مِّمْ مَنِيُّنَّا ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الدَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى أَعُوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ جَمَعَ إِذَامَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهِ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرُ أَمَامَهِ يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ فَإِذَا بَرِقُ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقُمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقُمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرُ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ لِلْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرُ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا وَلَوْ أَلْقَى مَعَذِيرًا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةُ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةُ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةُ وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةُ تَذُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةُ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيهُ وَخَيْلَ مَنْ رَاقَ وَذَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقَ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقَ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّا ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْسْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُنُ طَعْفَةً مِّمَّنِ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَكَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى أَلَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى ترجمة نانسي قنقر أَلَيْسَ بَعَلَى أَن يُحْيَى الْمَوْتَى